حقيقة كنت بتكلم مع مهندس دكتور رشيء حسن المراغي وإحنا بنتكلم إحنا ما عندناش مشكلة في مصر يعني يمكن النموذج الهندي في البرمجيات لما بنتكلم لو أنت بصيت كده على الهند بشكل يعني كبير بصيت على الخريطة فهتشوف يعني كمية التعدد بقى من الديانات ما بيكلموش نفس الهاجات ونفس اللغات والحقيقة فيه اختلافات كتيرة جدا نسبة الفقر العالية عندهم مشاكل كتير ولكن في العلم متفوقين وعندهم مشروع زي مشروع البرمجيات والكمبيوتر والصناعات واقتصادهم عالي جدا لأن هم بيشتغلوا طول الوقت وبيبحثوا في العلم ده حقيقة يعني كان موذج يعني طيب أنا عايزة أرجع مع حضرتك كنا تكلمنا على أنك حقيقة قلت أنه لو بنعمل الكباري فإذا قدام أن أنا أقدم مشروعات زي الكباري أو بنية تحتية قوية زي ما مصر بتعمل فإذا في نفس المشروع لازم يكون عندي الصيانة آه ده مجال مهم جدا وممكن الشباب اللي هم هيتخصصوا في هذا الموضوع دي تفتع فرص عمل كبيرة جدا لأن الكباري في كل حتة وفي كل مكان وهتحتاج المجهود ده وده مجهود علمي هندسي يعني ما هواش بالتقريب فده مجال الموضوع الثاني الكهرباء يعني احنا متخصصين جدا في تصميم أبراج الكهرباء والمحاولات والتلي كومينيكيشن اللي هي أبراج تلي كومينيكيشن والإنارة في الشوارع في الهايويز يعني عندنا 15 برنامج مختلف وفي برامج متخصصة جدا اللي هي عندنا مش موجودة فيها حتة تانية طيب أنا برضو عشان الناس تبقى عارفة البرامج دي تبقى صلحة مين طلاب المدارس ولا ما بعد الجامعة ولا الجامعة والله يا حضرتك هو طبعا في الأول لو هنرجع عشرة أو عشرين سنة حتى في كندا أو أمريكا ما كانوش بيستخدموا البرامج بالطريقة دي لكن دلوقتي اتغير يعني جامعات اللي احنا بنتعامل معاها وعندها التكنولوج بتاعتنا كان الأول سنة ثالثة ورابعة دلوقتي من سنة أولى في الجامعة يعني ليه لأنه لما يتخرج من الجامعة بعد ما أخذ العلم من أستاذه والأستاذ الكبار لموجودين كل عدة وموجودين في مصر برضو ما هو ده لازم زي عصفورة أو حمامة هتصير بجناحتها هيبقى مسؤول على التصميم اللي بيعمله ويعمله بايه هيعمله بس بإيده لا محتاج تكنولوجي فأنت حديك بتتكلم على منظومة التعليم في مصر أن يدخل في الجامعات ولا ما قبل الجامعات والله يعني كل ما يدخل لا الجامعات بس كل ما يدخل بدري يبقى كويس يعني ممكن بعد الأساتذة يقولوا سنة ربعة عشان المشروع التخرج الدنيا تغيرت دلوقتي في مشروعات تخرج كتير فيبقى عنده برمجيات معانة ويدخل مشروع عليه وده بقى حاصل فعادة من الكليات الحقيقة بقى حاصل يعني احنا عاوزين الطالب اللي هيطلع من الجامعة أنا بكلم على الهندسة الإنشائية بس أنا يجب أن أقول لحضرتك من الأول اللي أنا بقول دلوقتي في الموضوع ده ينطبق على أي موضوع تاني بس أنا أتكلم على الهندسة الإنشائية احنا عاوزينه لما يتخرج من سنة ربعة وإحنا بنقول قدرته إيه لا نديله مسئولية يبتجي يصمم يا مباني يا كباري فيبقى مشروع التخرج بتاعه وتصميم هو بيبقى عندهم مشروع تخرج كده بس يمكن بتبقى ورقية أو كانت ورقية ما هو شوفها بك المسئولية في الحاجات اللي زي كده أو في تصميم الحفارات المائية أو البرية مسئولية كبيرة طبعا يعني عاوز أقول لما يتخرج اللي دخل في هذا المجال لازم يتحمل المسئولية هيشتغل كمان على طول بالضبط فأنت كده بتأهله لسوق العمل 100% ولذلك لازم نفكر إزاي نقدر نوطن بقى التكنولوجي يعني احنا مثلا اللي احنا بنعمله ده بنعمله من حوالي 35 سنة وبعدين ما بنعملهش في أي مكان احنا بنعمله في أمريكا وكندا يعني بالنافس أكبر الشركات العالمية بالنافس الشركات اللي هي حجمها أكبر مننا بكتير بس المهم مش الحجم أو المال المهم قيمة المنتج وإحنا متفوقين فيها الحمد لله التفكير والإبداع وإيجاد حلول وإيجاد بدائل وإيجاد يعني أشياء ابتكارية كتيرة ما هو الشاب حضرتك اللي احنا بنتكلم عليه ده ده حتى لو ما كانش عنده أموال في البنك بس أمواله في ذهنه تبا